نروح لبعثة الاهل هناك ونروح لزميلنا فاروق صراح عشان يطمن على بعثة الاهل فضل يا فاروق نروح لنادي الأهلي والنادي الترجي التونسي في مباراة للزهاب للدور النصف لدور أبطال إفريقيا يعني احنا موجودين في أحد المناطق المعاقل للنادي الترجي التونسي الجميع بيقول إن المباراة كبيرة جدا طبعا ما بين الكبيرين الأهلي والترجي وكتير جادهم منهم بطاقة أن الله يمر من هذا اللقاء ويفوز بهذا اللقاء هو اللي هيكون البطل للبطولة بمشي تلان عايزك يا فاروق تقول لي بكرة البرنامج ماشي إزاي النهاردة كان النادي الأهلي طبعا التدريب النهاردة كان في موعد المباراة كان في الساعة السادسة على الملعب الفرعي لستاد رادس بكرة برضو نفس النظام بالفعل يا كابتن أسامة الأهلي قد مرانو الأول النهاردة على الملعب الفرعي لستاد رادس أو استاد حمادي العقربي اللي تم تغيير الاسم من ملعب الأوليمبي برادس لستاد حمادي العقربي طبعا مباراة أول كان أول مرانو أول تدريب لفريق النادي الأهلي على هذا الملعب يعني ملعب من الملعب الكويسة جدا وعايز أقولك أن الملعب هنا في تونس ملعب أكثر من رائعة ودي أمور لقت استحسان بعثة النادي الأهلي والكابتن سيدة عبدالحافيز طبعا انطلق المران مستر بيتسو المسيماني كان أول مران يتجمع فيه اللاعبين المنتخب الأولمبي وبعض اللاعبين العائدين زي وولتر وبواليا كان علي معلول وديانج كان نضمه الفريق النادي الأهلي اليوم ولكن مستر بيتسو مستر بيتسو المسيماني فضل أنه يدي وقت من الراحة لللاعبين لمشاركتهم في المباراة الوديا اللي جمعتنا بين تونس ومالي ومن المقرر ان شاء الله أن علي معلول وديانج يكونوا موجودين في المران غدا بمشيت الله اللي أيضا يكون على الملعب الأولمبي الملعب الفرعي برادس يكون أيضا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس. طمنا على محمد مجد أفشا وأيضا أكرم توفيق طير محمد طير وكل اللاعبين اللي كانت مصابة وبدأت دلوقتي تنتظم في تدريبات الأهل بالفعل يا كابتن النهاردة يا كابتن أسامة محمد مجد أفشا شارك في المران من البداية طمنا قبل انطلاق المران من الدكتور رحمد أبو عبلة قال لنا محمد مجد أفشا بصورة أكثر مرعة تم شفاء محمد مجد أفشا وشارك في المران النهاردة بصورة كاملة أيضا طير محمد طير بعد إصابته في المعسكر المنتخب الأولمبي لكن النهاردة بيشارك وبيطمين عليه الدكتور أحمد أبو عبلة وأيضا أكرم توفيه اللي كان يصيب بكادمة لكن النهاردة مستر بيتسو مسماني كمان من الأمور اللي كان بيعملها مع أكرم توفيه في مركز الزهير الأيمن ما بينه وما بين أحمد رمضان بكما أقولك النادي العليل يعني ما شاء الله بدون إصابات أيضا على الجانب الآخر نادي الترجي بدون إصابات كان عدله لبعض اللاعبين اللي كانوا موجودين مع المنتخب التونسي حمد علي بن رمضان عبدالقادر البدران وأيضا معزي بن شريفية والحارس فاروق بن مصطفى فاروق قولي برضو الأجواء في الشارع التونسي عن مواجهة الأهل والترجي دايما مواجهة الأهل والترجي فيها الندية دير بشمال أفريقيا الشارع التونسي بتكلم إزاي عن هذه المباراة؟ يعني بص يا كابتن نسامة خلينا نتكلم في نقطة مهمة أنا بكلمك من قلب الحدث أو من قلب الواقع احنا موجودين في شوارع تونس وعايز أننا من خلالك أشيد بجمهور وأهل تونس والعلاقة الطيبة اللي بتجمع ما بين الشعبين الشعب المصر والشعب التونسي هنا بنتقابل بكل ترحاب بكل ود بكل محبة من الجماهير تونس وأهل تونس احنا موجودين في وسط أجواء الجماهير بنرصد الانطبعات الجميع بيتكلم إن هي مباراة قمة وهي مباراة نهائي مبكر جدا ما بين الأهل والترجي الجميع يعني جماهير للترجي أكيد بتمنى النفس بالفوز على الجماهير للنادلالي طبعا بتمنى النفس بالفوز على فريق الترجي كل فريق حلم ومشروع ولكن هم دائما بيجمعوا على أمر مهم إن 90 دقيقة أو 80 دقيقة بتنتهي واللي بيبقى هو دائما وأبدا العلاقة اللي بتجمع ما بين الشعبين